بسم الله الرحمن الرحيم أحبة المشاهدين أعزائي الطالبة والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة وضمن درس جديد في اللغة العربية للمستوى الثالث ضمن برنامج صعوبات التعلم في مدارسنا فأهلاً وسهلاً بكم نبدأ حيث سنتناول في درسنا اليوم عن القواعد الأساسية في النحو والصرف ونتحدث عن الكفاية رقم خمسة للمستوى الثالث في المرحلة الإعدادية الكفاية يوظف الطالب القواعد النحوية التي درسها ونتعرف من خلال الدرس على الإسم وقسميه من حيث النوع وأقسامه من حيث العدد في الإفراد والتثنية والجم أهداف الدرس أن يذكر الطالب أقسام الإسم من حيث النوع أن يميز الطالب الإسم الدال على المفرد والمثنى والجمع أن يستنتج الطالب القاعدة المرتبطة بالمفرد والمثنى والجمع أن يطبق الطالب قاعدة الإسم المفرد والمثنى والجمع نبدأ نلاحظ الكلمات التي تحتها خطف الجمل التالية الجملة الأولى شارك كل معلم في تنظيم المعرض شارك كل معلم في تنظيم المعرض التحق التلميذان بمركز تحفيظ القرآن الجملة الثالثة حرث الفلاحون الأرض حرث الفلاحون الأرض نلاحظ ماذا في هذه الكلمات الكلمة الأولى كلمة معلم جاءت على أي صيغة أهي مفردة أم مثنى أم جمع فنلاحظ في البداية أن كلمة معلم هذه كلمة معلم أتت في البداية أنها معلم واحد إذن نتحدث عن شخص واحد واحد هذا الرقم نشير إليه في اللغة العربية على أنه مفرد مفرد شخص واحد فهو مفرد هذا الشخص هل هو مذكر أم مؤنث إذا أردنا أن نتعرف المذكر من المؤنث فلا بد أن نقترن أو تقترن هذه الكلمة باسم الإشارة هذا أو هذا حينما نقول هذا معلم أو هذه معلم الإجابة طبعا هذا معلم وهذا للمذكر وهنا أتت هذا إذن هذا معلم إذن معلم تشير إلى المذكر أم إلى المؤنث الواضح هنا حينما نقول هذا معلم هذا للتذكير إذن معلم هو مذكر إذن معلم مفرد مذكر الجملة الثانية التحق التلميذان التلميذان لاحظ إشارتي هنا التلميذان واحد أم اثنان التلميذان نتحدث عن اثنين من التلاميذ عن اثنين من التلاميذ تلميذان اثنان الرقم اثنان نشير إليه بأنه مثنى واحد مذكر أو مفرد مذكر هنا مثنى هنا مثنى الرقم اثنان يشير إلى المثنى إذن التلميذان اسم من حيث النوع هو مؤنث أم مذكر وهنا نأتي إلى الإشارة السابقة نضيف هذا أو هذه تلميذان مفردها تلميذ نقول هذا تلميذ أم هذه تلميذ الإجابة تكون هذا تلميذ وهنا تلميذان فنقول هذان التلميذان إذن مذكر أم مؤنث الإجابة ستكون مذكر طبعا فإذن مثنى مذكر التلميذان مثنى مذكر الرقم اثنان يشير إلى المثنى الجملة الأخيرة حرث الفلاحون حرث الفلاحون تشير إلى فلاح واحد أم إلى فلاحين أم إلى مجموعة من الفلاحين حرث الفلاحون بالضبط قد نشير إلى أنه ثلاثة أو أكثر قد يكون ثلاثة فلاحين إذن هو ليس واحد وليس اثنان بل ثلاثة من الفلاحين أو أكثر أو أكثر من فلاح واحد إذن فلاح هنا مفرد أم مثنى أم ماذا نتعرف الآن أن الكلمة تنقسم من حيث العدد إلى مفرد الكلمة الإسم أتكلم عن الإسم الإسم ينقسم من حيث العدد إلى مفرد وإلى مثنى وإلى جمع إذن الفلاحون تشير إلى الجمع هذا الجمع جمع للمذكر أم جمع للمؤنث ونشير إلى العبارة السابقة أو ما أتينا به مسبقا نضع هذا أو هذا الفلاحون جمع مفردها فلاح نقول هذا الفلاح أم هذه الفلاح الإجابة هذا الفلاح أيضا مذكر لأن هذا لا تقترن إلا بالمذكر ماذا لاحظنا الآن في الجمل الثلاث إذن نلاحظ أن الجمل الثلاث هنا أتت من حيث النوع أنها مذكرة ومن حيث العدد كانت مفرد ومثنى وجمع نلاحظ الآن في الكلمات التالية الجمل الأولى كافأت المعلمة التلميذات المجتهدات قطفت من حديقتنا زهرتين جميلتين تسهر الممرضات على راحة المرضى الجمل الأولى كما عرفنا سابقا هناك كانت المعلم هنا المعلمة مفرد أم مثنى الواضح أنها مفرد المعلمة مذكر أم مؤنث نأتي إلى قاعدتنا التي تعلمناها فنقول هذه معلمة إذن مؤنث واضحة كالسابق الآن والعملية أصبحت أسهل لنا الآن قطفت من حديقتنا زهرتين زهرتين اثنتين فالإجابة ستكون هنا مفرد أم مثنى إذا كانت اثنتين مثنى مؤنث أم مذكر زهرتين هاتين زهرتين أو هاتين زهرتين إذن الحديث دائما عن المؤنث تسهر الممرضات الممرضات واحدة أم اثنتين أم أكثر الإجابة أكثر إذن نتحدث عن الجامع والجمع هنا أيضا للمؤنث إذن المعلمة مفرد مؤنث زهرتين مثنى مؤنث الممرضات جمع ومؤنث نستنتج من خلال السابق أن الإسم من حيث نوعي ينقسم كما ذكرنا إلى قسمين إلى المذكر وإلى المؤنث كما عرفنا بين المذكر وكان مثال له وكان المثال هناك المعلم والمؤنث المعلمة ونقيس على ذلك في المثنى وفي الجمع الاستنتاج الثاني أو الاستنتاج نفسه الاسم المذكر اسم يدل على واحد فقط أي واحد من الأشخاص فالاسم إذا دل على واحد من الأشخاص وأشرنا إليه بكلمة هذا نقول هذا محمد وهذا بيت وهذا قلم وهذا ورق إذن الاسم المذكر يدل على واحد من الأشخاص أو من الأشياء أو أي شيء أمامنا الاسم المؤنث اسم يدل على واحدة ونشير إلى ذلك من خلال مريم فاطمة مدرسة ورقة نقول هذه مريم وهذه مدرسة وهذه ورقة الاستنتاج الثاني ينقسم الاسم من حيث العدد إلى مفرد ومثنى وجمع المفرد كما عرفنا في الأمثلة السابقة حينما قلنا المعلم أو المعلمة والمثنى حينما قلنا زهرتين تشير إلى اثنين والجمع كما ذكرنا في كلمة الفلاحون أو الممرضات إذن الاستنتاج الكلمة من حيث العدد تنقسم إلى مفرد وإلى مثنى وإلى جمع الاسم المفرد اسم يدل على شخص واحد محمد فاطمة قلم ورقة الاسم المثنى اسم يدل على اثنين أو اثنتين قلمان معلمتان أو معلمتين دفتران أو دفترين مدرستان أو مدرستين فالاسم المثنى إما بإضافة الألف والنون أو إلياء والنون أما الاسم الجمع اسم يدل على أكثر من اثنين من ثلاثة إلى ما لا نهاية أي ما يدل على ثلاثة فأكثر مثل المعلمون معلمات مدارس صفوف وما شاء الله من هذه الكلمات نلاحظ هذا التدريب قم بالنقل على السيارة ثم تعرف لماذا تتجه بعض السيارات إلى المنزل وبعضها تختفي فكر جيدا وستتعرف الإجابة نأتي إلى الكلمة الأولى فيل أضغط على فيل وقف الفيل أمام المنزل الشجرة اختفت الشجرة الشجرة اختفت الباب وقف الباب أمام المنزل إذن هناك شيء بدأ يتضح لنا ما الذي سوف نتعرفه في النهاية صندوق يقف أم يختفي صندوق يقف أمام المنزل الفيل الصندوق الباب أمام المنزل الحقيبة هل ستقف أم ستختفي الحقيبة اختفت والشجرة والشجرة اختفت بقى معنا الفيل صندوق باب مما استنتجناه سابقا فيل صندوق باب هم أسماء من حيث النوع أسماء مذكرة أم أسماء مؤنثة هي أسماء مذكرة أم مؤنثة بالفعل هي أسماء مذكرة ولذلك الكلمة الأخيرة مفتاح ماذا تتوقعون أتقف أمام المنزل أم تختفي من الطبيعي أنها ستقف أمام المنزل لأن مفتاح نقول هذا مفتاح إذن مفتاح مذكر وفيل مذكر وصندوق مذكر وباب مذكر إذن الأسماء المذكرة وقفت أمام المنزل والأسماء المؤنثة اختفت نأتي إلى تدريب آخر أوجد الجمع أو المفرد للكلمات الآتية الكلمة الأولى سفينة فكروا معي جمع كلمة سفينة سفينة مفرد واحدة جمعها فكروا 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 قبل أن أعرض الإجابة نضغط هنا سفن جمع كلمة سفينة سفن مقعد 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 مقا نعم مقاعد مقاعد أما السيارة فحتما تعرفون جمعها سيارة جمعها سيارات تدريب آخر لنتعرف الجمع والمفرد للكلمات مفاتيح كمية من المفاتيح مفرد و مفتاح صح كأني سمعت الإجابة منكم الإجابة مفتاح أقلام أيضا مجموعة من الأقلام مفردها واضح جدا هذا هو في يدي قلم و عصفور مفرد جمعه مجموعة من العصافير صفور جمعه عصافير تدريب آخر بالنسبة للمفرد أو المثنى كلمة تمساح أي الإجابة هي الصحيحة جمع كلمة تمساح هل هي تمساحين أم تمساحان أم تماسيح الإجابة لو اخترنا كلمة تمساحان مثلا أعطانا إجابة حمراء إذن نبحث عن الإجابة الصحيحة فتكون تمساح واحد جمعها كلمة تماسيح أيضا التمساحين هنا سوف تختفي ومفرد كلمة جنود جنود مفردها جندي مفردها جندي وليست جنديان وليست أجناد جمع كلمة تمساح تماسيح ومفرد كلمة جنود جندي المثنى والجمع مثنى كلمة فلاح فلاح واحد إذا كان اثنين نقول فلاحان نقول فلاحان وليست فلاحين وليست فلاحون فهي جمع جمع كلمة مدرسة مدرسة واحدة وجمعها كلمة مدارس وليست مدرستان وليست مدرستين تدريب آخر مفرد كلمة أبواب أبواب كثيرة مفردها كلمة الأبواب مفردها باب وليست بابين وليست بابان جمع كلمة المسافر مسافر واحد إذا كانوا أكثر من اثنين ثلاثة وأكثر سوف يقول مسافر المسافرون المسافران الإجابة هي المسافرون وليست مسافر وليست المسافران تدريب آخر مثنى كلمة سيارة سيارة واحدة إثنتان سيارتان وليست سيارات وليست سور جمع كلمة مهندس مهندس واحد جمعها مهندسون بالطبع مهندسون وليست مهندسات وليست مهندسة أي من الكلمات الآتية مثنى نختار هنا الكلمات المثنى فقط الكلمة الأولى نظارتين المثنى يشير إلى إثنين إذن هي مثنى نظارتين مثنى مخترع واحد إذن ليس مثنى هو مفرد متسابق واحد إذن ليس مثنى زهرتين نعم تشير إلى إثنين كما ذكرنا سابقا شمعتان أيضا تشير إلى إثنين إذن هي مثنى مقعد يشير إلى مقعد واحد إذن ليس مثنى فهو مفرد تجار مجموعة من التجار مجموعة إذن جمع وهذا ما لا نريده نريد المثنى مثل كلمة مركبتان بالطبع مثنى فهي تشير إلى إثنين الآن المفرد والمثنى أيضا والجمع في هذه الكلمات حديقتان إثنتان إذن هي مثنى وليست مفرد وليست جمعا كتب مجموعة من الكتب إذن هي جمع إذا كانت مجموعة فهي جمع وليست مثنى وليست مفرد كأسان إثنان إذن مثنى وليست مفرد وليست جمع مدن مدن مجموعة من المدن إذا تحدثنا عن مجموعة فهي جمع وليست مثنى وليست مفرد شارع شارع واحد إذن هو التأكيد مفرد وليس مثنى وليس جمع ورقتان إثنتان إذن مثنى وليست جمع وليست مفردا حول الأسماء المفردة الآتية إلى مثنى مجموعة موسوعة ورقة علم نحولها إلى مثنى هل مثنى سهل للغاية كما تحدثنا عنه مجموعة مجموعتان موسوعة موسوعتان ورقة ورقتان وعلم ستصبح علمان هكذا مجموعتان موسوعتان ورقتان وعلمان وعلمان حول الجملة الآتية إلى مثنى رمى رمى الصياد الماهر شبكته في البحر رمى الصياد الماهر شبكته في البحر نحولها إلى مثنى رمى الفعل إذا بدأ في بداية الجملة لا يتغير في الإفراد في الإفراد والتثنية والجمع لا يتغير فتكون هنا رمى لا تتغير الصياد ستتحول إلى المثنى فنقول الصي الصيادان الصفة إليها الماهر الماهران رمى الصيادان الماهران نقول شبكته أم نقول شبكتهما لأنهما اثنان رمى الصيادان الماهران شبكتهما في البحر رمى الصيادان الماهران شبكتهما في البحر غيرنا ما يلزم من الفاعل والصفة والمفعول به في هذا المثال مثال آخر نريد أن نحول الجملة من المذكر إلى المؤنث حصل التلميذ المتفوق على جائزة حصل التلميذ المتفوق على جائزة حصل لا تتغير باعتبارها فعل في أول الكلام لا يتغير التلميذ إلى التلميذة المتفوق إلى المتفوق وانتهى الأمر إذن حصلت التأنيث لل لماذا للتلميذة حصل هناك للمذكر أما حصلت للمؤنث أضفنا أضفنا التأنيث حصلت التلميذة المتفوقة على جائزة هكذا غيرنا الجملة من المذكر إلى المؤنث إلى جمع شاركت التلميذة الواحدة التلميذة الواحدة التلميذة نغيرها إلى مجموعة فتكون شاركت التلميذات بالضبط شاركت التلميذات في مسابقة الرسم شاركت التلميذات في مسابقة الرسم أيضا هنا نحول من المفرد إلى المثنى أو المثنى المذكر وجمع المذكر الولد يؤدي الصلاة في وقتها الولد يؤدي الصلاة في وقتها المثنى ولد واحد مع المثنى أصبح الولدان يؤدي تتحول إلى نعم يؤديان وبعد ذلك الجملة تتوم نفسها الصلاة في وقتها للجمع المذكر ولد واحد مجموعة الأولاد الأولاد ماذا نقول إذا قلنا يؤدي للمفرد مجموعة نقول بعد يؤدي الأولاد يؤدي صحيح طبعا خاطئ الأولاد يؤدون يؤدون الصلاة ونكمل الجملة المثنى المذكر الولدان يؤديان والجمع المذكر الأولاد يؤدون نأتي إلى إلى هذه الورقة الأخيرة أيضا نحول الجملة من المفرد المؤنث إلى المثنى المؤنث وجمع المؤنث تشارك الفتاة في الدفاع عن وطنها المثنى المؤنث ماذا نقول تشارك إذا بدأنا بالفعل لا يتغير إذا كان في بداية إذا كان في بداية الجملة تشارك الفتاة الواحدة هناك للمثنى إثنتان فنقول الفتاتان في الدفاع هل نقول عن وطنها وطنها واحدة هنا عن اثنتين فنقول تشارك الفتاتان في الدفاع عن وطنهما عن وطنهما أضفنا ضمير الغائب للمثنى هناك الضمير لها للمفرد وهنا هما للمثنى بالنسبة للجمع أيضا تشارك لا تتغير باعتبارها أتت في أول الكلام تشارك الفتات الفتات الواحدة تصبح مجموعة فنقول الفتيات الفتيات في الدفاع عن ماذا عن نقول وطنها أو وطنهما أم نحتاج إلى ضمير للجامع ضمير لجمع المؤنث فنقول عن وطنهن عن وطنهن النون هنا للجامع للجمع المؤنث لذلك نصل إلى نهاية درسنا في هذا اليوم عن استخدام القواعد الأساسية في الناحو وعرفنا من خلالها الاسم المفرد والاسم الجمع والاسم المثنى وأيضا بالنسبة إلى نوعه من حيث التذكير والتأنيث أتمنى لكم أحبتي كل التوفيق والنجاح وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر